في إطار سعي مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتخفيف العبء عن المواطنين أطلق مجلس الشباب المصري عضو التحالف المرحلة الجديدة من مبادرة المجتمع المدني لدعم السلع الغذائية للمواطن حيث توافد المواطنون على عربات المبادرة التي تحتوي على العديد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في جنوب القاهرة في مناطق البستين ودر السلام